بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايدان انهيان رئيس الدولة حفظه الله وأمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكمي دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايدان انهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الأعلى القوات المسلحة أدى معالي الوزراء في حكومة الإمارات اليوم اليمينة الدستورية في مبنى رئيس الدولة بمجمع قصر الوطن بابو ظبي يأتي ذلك في عقاب يعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات بعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زاي دال انهيان واعتمادي صاحب السمو الشيخ خريفة بن زاي دال انهيان حيث شارك في أداء القسم سبعة وزراء في حكومة الإمارات يتقدمهم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم شهدت اليوم مع أخي محمد بن زايد حفظه الله أداء القسم للتشكيل الوزاري الجديد بالحكومة الاتحادية منهجيتنا الجديدة واضحة حكومة أسرع في الإنجاز أقرب للميدان محور عملها الإنسان وطموحتها أن تسبق نفسها وتسبق أمسها وتحقق أفضل حياة لشعبها من جانبه أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى القوات المسلحة أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خريفة بن زايد الانهيان الرئيس الدولة حفظه الله تمضي قدما في تحقيق طموحات شعبها وتطلعاته مضيفا أننا ننظر دائما إلى المستقبل بتفاؤل وهمة عالية وقال السموه بمناسبة أداء القسم للوزراء الجدد في حكومة دولة الإمارات نتطلع إلى دخول الخمسين عامنا المقبلة بحراك تنموي أسرع وليات عمل تحقق قفزات في أدائنا الحكومي واقتصادنا الوطني ومكانة دولة الإمارات عالميا أدى اليمين الدستورية كل من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤول المالية ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب بن مهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل ومعالي عبد الله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس اللعلى الاتحاد ومعالي حمد بن مبارك الشامسي وزير دولة